موسيقى طيب كنت تعرفوا بأنه الأسبوع الماضي كان في مراكش الاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللي هو في الحقيقة الاجتماع هو سنوي ولكن تكون كل ثلاث سنوات في بلد خارج الولايات المتحدة و الحقيقة هذه خمسين سنة ما كان الاجتماع في بلد إفريقي فالمسؤولين حاولوا يبينوا بأنه حقيقة أن هذا حدث تاريخي بأنه كون الناس صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اختاروا المغرب باش يديروا فيه الجمع ديالهم منذ خمسين سنة وأنه هذه علامة كتعبوا على التقال التي يعطيها هذه المؤسسات طيب خلينا شوية جانبا الدعاية لأن هذا ليس تحليل الحقيقة هي دعاية نحاول نغتانم هذه الفرصة ديال هاد الحدث اللي كان على الأرض المغربية باش نحاولوا نقيمه أولا الوظائف المهمة ديال هاد المؤسسات في إطار الاقتصاد العالمي وفي إطار ايضا المهام التي أعطيتها رسميا أي التمويل أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية محاربة الفقر العمل على تسريع الوتيرة ديال النمو محاربة الفوارغ الاقتصادية إنعاش الاقتصاديات والاستثمار والشغل هادو هم المهام اللي رسميا هاد المنظمات كتقول بانا كتقوم بها هادو 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 المنظمات راه خلقت في 1944 في إطار واحد الوضع اللي هو في الحقيقة كيعكس موازين القوى اللي كانت في ذلك الوقت اللي انتصروا في الحرب العالمية الثانية وطبعا على رأس الولايات المتحدة تفرضوا تفرضوا ميزان قوى في هاد المنظمات حيث انه الى يومنا هادا ما كان هادروش حنالتا الى يومنا هادا البنك الدولي ولا صندوق النق الدولي هما مسيارين بصيفة شبه مباجرة من طرف الحكومة للولايات المتحدة حيث انه الولايات المتحدة حيث انه حيث انه ميزان القوى حيث انه ميزان القوى ميزان القوى ميزان القوى حيث انه ميزان القوى ميزان القوى حيث انه ميزان القوى اي ان الولايات المتحدة بوحدة حق الموضمين ماذا يعني هذا اي انه لا يوجد قرار لا يوجد قرار لا يوجد سياسة التي تستخدمها بلا الولايات المتحدة الأمريكية تكون موافقة عليها إذن عندها هذه الكثير زيادة على هذا بأنه منذ البداية أيضا منه 44 إلى يومنا هذا أمريكا وأوروبا تزعو الأدوار بيناتهم فيما يخص التسير حيث أنه كتشوف أنه منذ 44 إلى يومنا هذا الرئيس الرئيس ديال صندوق النقد الدولي هو دائما أوروبي الرئيس ديال البنك الدولي هو دائما أمريكي إذن هذا كبين بأنه العكاس ديال ميزان القوى في البداية رح لا زال قائما إلى يومنا هذا طيب بالنسبة إذا كتعرفوا أنه بنك الدولي في بداية هو ما تخلقش للبلدان النامية هو تخلق بسمية دياله لإعادة التعمير الإعمار أو التعمير لا غو كونستركشون أي أنه المهمة دياله هو يمول إعادة تعمير أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية طيب في الحقيقة داروا البلدان النامية في نهاية الخمسينات بداية الستينات تعادوا نقوله وفي واحد ضروف يعرفوا ديال الحرب الباردة حيث أنه الخوف ديال أميليكا وأوروبا في ذلك الوقت هو أنه ذلك البلدان اللي كانت خرجها من الاستعمار سوف تستخل تمشي المعسكار الشرقي ديال الاتحاد السويد فإذا هم حرزوا على أنهم يحاولوا عبر هذه الآليات الأداة ديال البنك الدولي وصندوق الدولي باش يبقاوا البلدان اللي يخرجوا للإستيقال يبقوا في السيطرة المهم ونظن بأنه حالة ديال المغرب اللي هو دول مهم ونبينه في الحقيقة الحالة ديال المغرب أيضا ما هي إلا مرآة الحالة ديال البلدان النامية هل من كانت تكلموا على المغرب نحن نتكلموا على الواقع ديال البلدان النامية النقطة الأولى هي أنه هذه تاريخيا تاريخيا اهتمام البنك الدولي وصندوق الدولي في البلدان النامية كانت احتل الأواخر الخمسينات بداية السينات هم جاءوا المغرب هذه المؤسسات نزلوا المغرب في 1963 كانوا يقلون في أعقاب الأزمة المالية الأولى المغرب المستقل كانت في 1963 جاءوا يمكنني أن يقول لكم أنه منذ ذلك الوقت سأعمرهم ما خرجوا من البلدان أي أننا أمام ستين سنة نحن في 23 منذ ستين سنة أي كان وأنا هذا ما درسته إلى الكتاب الذي خرجت هذه السنة تكلمت على هذا الشيء بيينت كيف أن هذه المؤسسات الحقيقة على مدى ستين سنة لا يوجد استراتيجية خطة برنامج الذي بصفة أو بأخرى ما وراءه البنك الدولي أو صندوق النق الدولي بالتمويل بالتوجيه بالتقرير بي 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 إذن حاولنا نشوف هذه العلاقة المشتركة بين هذه المؤسسات والحكومات المغربية المتعاقبة ما يلاحظون؟ كان يلاحظون بأن التوجهات الأساسية التي تتكلمت بها الكثير من الكتاب يمكننا أن نختزلها في جوج المحور المحور أنه التوجه حول ما يسمى باقتصاد السوق توجه حول الريهان كل الريهان على القطاع الخاص إذن تجيع دياله لكي يكونوا القاترة للنمو إلى أخرى ومن جهة أخرى لاندماج في العالماء لانفتاح التصدير إلى أخرى هاد توجهين ما وراءهم هم هاد منظمة وماشي غير كانوا ما وراءهم باش يفرضوهم من البداية ولكن حافظوا عليهم وراءهم منذ ستين سنة شاهدوا المخططات المغرب كلها منذ ستين سنة سترى أن هذه التوجهات لا زالت دائما خاربة إلى يومنا هذا إذن وهذا ما أقول لكم كانت تتكلم عن المغرب وكانت تتكلم عن الواقع البلدان هو هذا إذن هاد البلدان هاد وكلهم في اجتماع بحال هذا الأسبوع الماضي كانوا يطلبوا أنه كيف قلت إعادة النظر في نظام الحصص إعادة النظر في ديون والشروط ديون المصاحبة للسياسات العمومية مع الأسف هذه النقطتين لا شيء إذن من وجهة نظر الجنوب بلدان دينا المغرب هذا اجتماع فاشل بكل المقايز بالطبع من المغرب أنهم سأخبروا أنهم ستغرقوا أنهم جيد ومعادة 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 المغرب لنقوم بإمكانة المغرب لنقوم بإمكانة ومعادة القضية لنظن بأنهم لا يمكن تحليل هذا في آخر المطاف لا نضع المشكلة للمسؤولية من المسؤول هذا المنظمة كيف أقول لك على الأقل أنا أتنسي لن نكون واضحين لا نقول أن أعتبر أن المسؤولية الداخلية أيضا النظام أيضا الحكومات المتعاقبة أي النظام الداخلي هي على الأقل هي الأساس كنوا واضحين ولكن لن نقول لك ما يقول لك أنه ستضربوا في البنك الدولي لن نضربوا المسؤولية الداخلية تابتة وقارة وهي الأساس ولكن المسؤولية هذه المنظمة هي أيضا رئيسية أساسية مهمة جدا ويمكن نقول لك أنه في الحقيقة كان جدلية بين هذه المسؤوليتين لماذا؟ لأن هذه المنظمات في المصلحة نبين في المصلحة هي حقيقة في المصلحة أول مغرب أن البلدان النامية تغرق في الدوليون لماذا؟ لأن الدوليون هي آلة تحكم ما معروف؟ ما داما؟ ما داما؟ ما داما؟ ما داما؟ أنه لا يوجد أنهم لديهم بلدان تلميذ نجيب أي يديرون لهم والمغرب في هذه المنظمة ونقول لكم أنهم يجبون المغرب يجبون العام أنهم تلميذ طايع إذن هذه المنظمات المصلحة هي أن تزيد تحديد الدول وماذا تخلص وماذا تنقاش فيه وماذا ترى القانون المالي الذي سيأتي يمكن أن تبدل أشياء متعددة التي لا تحرك هو خدمة الدين لماذا تنقاش فيها إذن ماذا ترى القانون المالي هم المشكلة بالنسبة لهم يربحون الآن هذا السؤال الأساسي هل تحديد الدين ما تقومون بها هذه المشكلة هذه المسؤولية وماذا ما هو الاستثمارات التي تقومونها وما هو الواقع على السكان وما هو المستوى العيش وما هو هذا لا يبقى عملهم لكي ندخلوا المسؤولية وماذا عملهم هو يعطيك الدون وتتقلك الدون وتخلصهم إذن هذا اللي غريب في الأمر هو أنه مؤسسة بعدها في الخطاب إلى قراتي المهدر هم يغرقوك بالدروس الدروس اللي والمسؤول حول العالم من، كلها حول ما يسمونه بالحكمة الجيدة ؟ إلى مقدان العاسك المسائلة والمحاسبة هذا هو المسائلة إذن هم يتكلمون على المسائلة والمسوحبة من نسبة العالم كله من غير على رأسهم هم كيف تقولون الفرنسيين الماليبا دفعون الأخبار لا يتطبون قدام دارهم دروس صالحة للآخرين ليس لهم هذا مشكل هنا من المسئولية كمهاربة يكونوا واضحين هذا نقول لك المديونية والمديونية الخارجية ليس لديك القوة المديونية الداخلية ولكن على محالة درهم ما يقرب تلتمية وخمسين يمكن ربعمية مليار درهم مع هذه الدون الأخيرة درهم التي كانت أضع عليها العشران المناير درهم سنويا في الخدمة درهم هذه أموال يمكن أن تذهب على حساب الصحة التعليم الطرق المحاربة الفقر إلى آخر إلى آخر إذا من حقنا كمواطنين كونوا واضحين من حقنا كمواطنين لكي نطلبوا المسئولين أولا وهذه المسئولين في هذه المنظمات في مين المسئولين لكم؟ أضعوا الحساب إلى هذا المشروع مثلا للمشروع للمشروع ومن المسئول كيف يخلص ويخلص هذه العملية المسائلة ومحاسبة هذه المنظمات ديون وهذه عملية ديمقراطية ضرورية ضرورية التي من شأنها أنها تؤدي الواحد الوعي بالعمق المشكل ونقول لك بصفة بسيطة لا تظن أن هذه الشعرها نظري نعطيك مثال واضح لدينا مجلسة الحسابات مجلس دستوري كائن هذه المجلسة المحاسبة المهمة هي المالية العمومية هي المالية العمومية تقيل كل سنة تكون تقارير مزيان لا نقول كائن المزيان وكائن المالية مزيان ليس هذا السؤال المهم هو أن هذا المجلس يهتم بالمالية العمومية يمكن في كل مرحبا من غير قضية الدين والحال أنه هذا مال عمومي الخدمة الدين التي تخرج من المزيان هو مال عمومي إذن هذا السؤال سألن عدث مرات لماذا المجلسة المحاسبة يدير في البرنامج و العمل و ديال شي سنة هذا الموضوع هذا تقييم موضوعي من الدين ليس مع المؤسسات المالية الدولية و نعرفه ومكننا نتقدمه في النقاش العمومي و لكن كيفا ما كان الحال راه للمسؤولية في الحقيقة هي مشتركة مع أسف مشتركة و كيف قلت راه جدالية دين المسؤولية في الحقيقة لأنه سيقف للمؤسسات المصلحة لهم أنهم لديهم مشكلة يغرقوا البلاد في المديونية ولكن أيضاً لا ننسوا في المقابل لأنه سيقف للمشاكل الكبير بالحل السهلة والمديونية لأنه مثلاً لديك دائقة مالية لديك اختيار لإصلاح ضريبية حقيقي أو لا؟ الحل السهلة والمديونية هذا على مدى التاريخ دائماً الحكامنا كانوا أمام هذه الإشكاليات يمكن أن يكون الحل السهلة والمديونية ولكن العواقب تاريخياً منذ القرى التاسع عشر تاريخياً العواقب تاريخياً أنا أعرفها مع الأسف إذن إلا كانت المستوى المسؤولية هذه المؤسسات في التوجيه والضبط والتحكم في السياسات العمومية وصلت إلى هذا الحد من جهة ومن جهة أخرى إلى شفنا بأن الحصيلة لابا اليوم في ٢٠٢٣ أيضاً الدراسات كلها كانت في التقييم على مدى المدى البعيد التقييم الحصيلة لهذه الاختيارات قمت بها في الكتاب يمكننا نلاحظوا أنه الحصيلة أقل ما يقال أنها سيئة نحن بعيدين كل البعد على ربح الرهانات كما تقول لنا بأننا سنكون اقتصاد مزدهير بأننا سنكون مندامجين في العلماء والعلماء ستجرنا إلى الأعلى بأن المستوى العيش سيرتفع بأن الفوارق الاجتماعية سيتقلص بأن الدراسات موجودة كتبين بالأرقام الرسمية لا جدالة فيها أن الحصيلة مع الأسف هي سيئة جداً أننا خسرنا رهانات و الوضع هو سيء إذن لنرجع إذن للمنظمات الغريب في الأمر الغريب في الأمر هو هذه المنظمات كيف قلت لكم بأنه على مدى ستين سنة هم وراء هذه الاختيارات كي يدعموها ويمولوها من جل وقت هذه الحصيلة أقل ما يمكن أن يقال هو أنه يعترف بمسؤولية مشتركة أي أنه يعترف بأن الوضع الذي يصل له الاقتصاد المغربي وضع سيء وبأن الاختيارات حقيقة إصلاح يجب أن توجهات أخرى إذا يجب أن تجعل الإصلاحات على التوجهات التي فشلت وتوجه لي توجهات اختيارات أخرى هذا لم يحصل ولن يحصل مع الأسف ما دامت العلاقة هي علاقة ونقول لكم أنه هذا اللقاء لكل أسبوع الماضي لكي نجمعه هذا اللقاء المغرب كيف قلت لكم جل البلدان النامية منذ عدة سنوات أننا نتخلق المطالب السابق لدى البلدان النامية وأيضا بلدان المتقدم ما هي الخصوات في محورين من الجهة هذه البلدان تطلب إعادة النظار في نظام الحصص في السنكتوليية مثلاً يأخذنا الصين الصين منذ 2010 غير هذا ضعفت ناتج داخل الخام بثلاث مرات الحصص في صندوق النقد الدولي لا يعبر عن التطور الصين على القوة اقتصادية نفس الشيء بالنسبة للهند نفس الشيء بالنسبة للجل الدول الناشئة البرازيل، الارجنتين، الشيلي إلى آخر وإفريقيا، نيجيريا مثلاً إفريقيا الجنوبية إلى آخر الطلب الأساسي لهذه البلدان هي أنه يكون عندهم واحد القدرة واحد القوة بالنسبة للصويت أي بالنسبة للقرار داخل هذه المنظمات البنك الدولي، سندوق النقد الدولي يكون عندهم يتحسن الحصة لكي يكون عندهم قدرة أكبر بالقرار هذا طلب كل جمع عام ديال هذه المؤسسات يرجع وكي يرجع وكان أمل أنه مثلاً في هذا اللقاء هذا ديال المراكش يكون شيء تقدم يقولوا على الأقل من ناحية يقولوا بأنه راح يمكن راح نكن نصلوا لواحد الحل اللي هو مرضي للجميع ونطوروا الأشياء لا شيء موقع اشتفاق وكان نهار السبت سندن للجمعة الماضية قال الإعلان رسمي مسؤول صندوق النقد الدولي يقول بأنه لا يوجد اشتفاق في القضية الحصص إذن لا يوجد النقطة الثانية أيضاً كانت ضروري وهي من المطالب الأساسية منذ على الأقل الثمانينات منذ سياسات تقويم الهيكري السيئة الدكر البلدان التي تلجأ لهذه المؤسسات ما تطلب؟ أولاً الشروط المديونية هم هذه المؤسسات يقولون بأنهم مؤسسات في إطار النظام للأمم المتحدة بعيداً مؤسسات پلت ربح إعانما للتنمية لكن ماهذا 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 مشاركة نتعلم كثيراً شيئاً كان ماهذا يربحوها أولاً البلدان المدينة التي لم تقدمها لا أتعرض هذه المديونية بصفة ملموسى على المستوى التنمية لها البلدان المتخلفة التي كانت دعونا بعض الاستثناءات ولكن البلدان التي كانت متخلفة هذه الستين سنة لا زالت متخلفة اليوم هذا سؤال هل هذه المؤسسات عاونوا ساعدوا هذه البلدان لتقدمها ما هي النتيجة؟ النتيجة لا شيء ولكن بالمقابل الأرباح لها البلدان تضاعفت وتضاعفت البلدان التي كانت تعانونها لا زالت تعاني من الفقر ولكن هذه المؤسسات تغتني ثم تغتني ثم تغتني بالملموس حيث أنه للشروط من ناحية الأسعار للفوائد غالباً الناس يحسبون بأنه من البنك الدولي سيعطينا قرد سيعطينا فابور سيعطينا فابور كان الأسعار والثمان عالي بعض المرات سيكون كثيرا من السوق الدولي وغير تزيد هذا أبنك البنك الدولي لن تقول البنك الدولي هو أولاً بنك ما هو المهمات ؟ يربح الفلس بالفلس إذن بانك يربح الفلس يربح الفلس على ظهر الفقراء ديال البلدان النامية هذه هي المصيبة أكثر من هذا إذن لن يعطيك ديون التي يربح فيها يعطيك ديون وكشرتها بسياسات عمومية التي تزيد تعمق تحلوف هذه هي المشكلة لا يعطيك شيء غير دين سوف تدير معه سوف تحرير الأسعار سوف تحرير التجارة الخارجية سوف تحرير الدرهم سوف تحرير بغض نظر أنه تدخول سافر وغير مقبول من ناحية السيادة في السياسات العمومية هذه البلدان ولكن أكثر من هذا سوف تحرير سوف تحرير نتائج إيجابية سوف تحرير سوف تحرير ولكن هذه النتيجة ليست صحيح هناك تقارير داخلية البنك الدولي وصندوق الدولي كان عدة كانت سيغليز لأنه كان رئيس نائب رئيس من أهلها كتب كتب متعددة تيبين الكارثة هذه السياسات على الواقع البلدان النامية إذن ديون مجحفة وسياسات فاشلة هدي الحصيلة كيف 120 مليار على خمس سنوات كافية أو مكافية سنظن بكل صدق لا يوجد أحد إلى الآن في هذه اللحظة يمكن أن يقولون صفة معقولة ومدروسة كيف كافية أو مكافية سؤال ماشي هو هذا أنا كنظن بأن السؤال أولا هو الواقع دي العالم القاروي راه إلى ما في الليلة والنهار اللي من بعد السيزم الزلزال كانت صعوبة الجميع لاحظتوا الصعوبات اللي كانت باش توصل لي القرى المنكوبة راهتوا سامبلوما لأنه مع الأسف الطرق القاروية المثالك اللي منذ عقود وإحنا كان طلبوا بها منذ عقود ومين المطالب الرئيسية هي أنه أود راه العالم القاروي يعاني من قلة لمشكلة التعليم والصحة ولكن المثالك وبأن قضية الاختيارات بين الاختيارات ما هم الأولويات راهك مين مثلا في نفس المنطقة في نفس المنطقة في نفس المنطقة في نفس المنطقة عندك التجييفي و عندك التوروت و عندك و عندك و عندك الخروج 15 كيلومتر إلى الجبل لا يتصل إلى طرق البسيطة حيث أن الناس لا يتصل إلى منذ منذ لا يتصل إلى الدوار لا يتصل إلى السوق هذا هو واقع نفس الشيء بالنسبة للحوز أو الأطلس الكبير هذا هو المشكل المشكلة والحاجيات الأساسية للناس والناس أكبر العدد ممكن لو كان هذا الهاجس سوف ندرنا الطرق الكافية الزلزال لا يمكن أن يتحكم فيه ولكن في البدان الأخرى لا تكون طرق والإمكانيات ولكن المواجهة تكون نجاعة أكثر إذن هذا الماضي بالنسبة للمستقبل أنا أظن بأنه إذا كانت عبرة سوف نأخذه من هذه الجربة هي هذه أولا قل لي مئة وعشرين مليار أو مئة مليار أو مئتين أنا قلت لك هذا صعب لأنه لا يتصل إلى السناء لا نقول لك ما هي كافية ولكن سوف نقول لك بأنه الأساس هو أنه هذه الإمكانيات جدا ستكون خصات توجه أولا وقبل كل شيء لتلبية الحاجيات بالأولويات الحاجيات بالنسبة للناس والحاجيات معروفة لا أتحدث لا أتحدث لا أتحدث أنهم يقولون ما يخصكم ؟ لا أتحدث إذا الحاجيات معروفة ما يخص؟ ما يبقى؟ بقى أنه الاستثمار الاهتمام للسلطات تذهب لتلبية هذه الحاجيات أتحدث يمكن أن نقول لك شيء آخر لأن هذه القضية من ناحية المالية لا أتحدث صحيح 12 مليار لا 12 مليار دولار 120 مليار درهم أبو بري 120 مليار درهم على خمس سنوات على خمس سنوات هذا ما يعني؟ أنه 24 مليار كل سنة أو لا أبو بري 24 مليار أنا اللي كنشوف هو أنه إلاخدنا هذا شيء وزنا عليه الـ 52 مليار ديال التغطية الاجتماعية ما ننسوش بأنه قالوا أنه كل سنة 52 مليار ضرورية باش تكون عندنا حقيقة نحقو هذا الهدف ديال التغطية الاجتماعية إلى آخر يزيد عليها أشياء أخرى اللي غادي تجي يمكن المصاريف جديدة ديال الكأس العالم استثمارات اللي حلا ما حال من غادي تبني تبني الطرق اللي غادي تديك لواحد الملعب اللي غادي تبني ملعبي آخر هذه طبعا كانت فهم أنها كانت تدخل في واحد الإطار اللي جزء من السكان مهم ولكن راما شي مصاريف اللي كتتحل المشاكل دالطبقات المسحوقة نكونوا وضعين ولو أن هذه الطبقات نصحوا قرارهم تشوفوا تشوفوا الماتش ديال الكورة ولكن ما كانت تلبية المصالح لذلك هناك أيضا بلا من دخل أيضا في التقييم واشهد الكأس العالم ما هي ما هي الإمكانية التمويل ما هي المنفعة ما هي ما هي التي ستكون ما هي ما هي هذه القضية التمويل وفي الحقيقة أنا لا نقول أن المتطلبات الحاجيات المالية التي نواجه هذه الالتزامات لا نقول أنها رافق الطاقة لا هي الطاقة النظام التمويل الذي لا يزال محدود لأنه لم يستفيد من إصلاح حقيقي لو أننا نفعل إصلاح وعلى رأسي إصلاح ضريبي حقيقي يمكن ممكن أننا نضف أموال نضف إمكانيات جديدة التي توجه لا حقيقة لا تمويل دمال الاجتماعي ولا مواجهة أطار الزلزال ولا احتر الكأس العالم في 2030 ممكن ولكن اللي واضح هو أنه في غياب الإصلاح الحقيقي ورح لم يكن نرى أنه منذ سنتين إصلاح مضاد لا إصلاح إصلاح مضاد أي أنه سيصل للعكس ما يتقولون والأيام بيننا ولكن نقول لك بأنه هذا في غياب هذا الإصلاح ما سيبقى؟ أعود نرجع نبدأ بالمديونية ونكمل مديونية هذا هو الذي سيقع في أمام ارتفاع النفقة هذه غياب إصلاح حقيقي ما سيبقى غير مديونية ما سيبقى؟ لا ننسى نحن وصلنا إلى المستوى الذي أرجع حقيقة خطير ما ما لدي أرقام 24 ولكن أرقام 23 في الميزانية 23 قانون المالية في نفس السنة سنقترض 129 مليار درهم ونخلص 109 مليار منها 109 مليار درهم غير الخدمة الدين هذه هي الدوامة المديونية أي أن أن تقترض ليس لكي تطور وتستفيد وتخلق مناصر تقترض لكي تخلص ما الذي عليك وكي تتعود حلقة هذه هي الحلقة المفرغة المديونية والتي مع الأسف العواقب معروفة أرى كي نفهم المسار للإقتصاد المغربي في إطار دولي وعلى مدى المدى البعيد أي مدى 60 سنة المدى المدى المقاربة ومفارقة التي يمكننا عبر إحصائيات الدولية يمكننا نلاحظها ببساطة ما هي؟ نأخذ ثلاثة من البلدان المغرب توركيا كوريا الجنوبية وماذا نأخذ ثلاثة من كنشوفوا الإحصائيات الدولية من 1960 وماذا نلاحظوا؟ نلاحظوا أن الناتج الداخلي الخام أو الإجمالي الخام من هذه الثلاثة البلدان كان متقارب بخاتيك بحال بحال ماذا نعني؟ أنه في 1960 عام ثلاثة دين البلدان انطلاقة نفس نقطات دين الانطلاقة طيب وكيف تقولوا مشاتلية مشاتلية خمسة ستة دين العقود يمكننا أن أقولك بأن هذه الأشياء بدأت تكتبان في التسعينات في التسعينات في التسعينات ماذا غير ثلاثة 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 أربعة دين العقود ماذا نلاحظوا؟ إذا أردت عندك إذا أردت إذا أردت شخصه ترى رسم بياني ويمكن الجميع يفهموا غير يجب عندك ها هو ها هي 1960 ها هي نقوله 2010 أو 2020 بأم بورت كوريا الجنوبية انطلقت من هنا مشاتل هكذا اليوم الناتج داخلي الخام ديال كوريا الجنوبية هو ما يقرب 35 ألف دولار خمسة وثلاثين ألف دولار طيب تركيا 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 من نفس الانطلاقة نفس النقطة مشات هكذا فلوست ممكن نقوله فلوست عشرات تناش الألف دولار ما حسب السعر للشانج للصرف إلى آخر نقوله بنا 11-12 ألف دولار مزيان المغرب كل تالاف وخمسمائة دولار كل تالاف وربعمائة كل تالاف وخمسمائة دولار اليوم أي أن كوريا تركيا ومغرب ومغرب هذا هو الواقع هذا أي كان يمكنه يلاحظه ويعاينه ويشوفه عبر الأرقام المفارقة ومغرب ومغرب تستطرح الأسئلة الجوهرية ما هم الاختيارات ما السياسات التي جعله أن هذه المسارات تكون مختلفة إلى هذا الحد وطبعا هذا هو النقاش الذي يمكننا رجعله مرة أخرى ولكن سنظن بأنه هذا تبي واحد الواقع الذي ليس لصالحنا مؤسف بالنسبة لنا قبل أن تخرجوا لا تنسوا تابعونا في فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي